السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الدرس الجديد وحدة جديدة ان شاء الله في الدرس لنا شاط العلمي السنة الثالثة ابتدائي المنهل في النشاط العلمي اليوم سنرى الوحدة الخامسة للموضوع ديالها تغذية الإنسان الحصة الأولى مصادر أغذية الإنسان الهدف من هذا الدرس هو تحديد مصادر الغذاء الشائعة في نظام الغذائي المتوازن نشوفوا الأغذية اللي عندنا نشوفوا المصادر ديالها منين كيجوا هدوك الأغذية الأغذية الشائعة أول حاجة نلاحظه قللك هنا يا ولاحظ ماذا نلاحظ هنا يا يتطلب تحضير وجبة كوسكوس أغذية متنوعة لدينا هنا أغذية متنوعة منها الجزر منها الكوسكوس منها البطاطس منها بزاف ديال أغذية وكل واحد من هذا الأغذية وكل واحد من هذا الأغذية عنده مصدر دياله مثلا جزر عنده مصدر حيواني عنده مصدر نباتي حتش كنزرعه حتش كنزرعه كنلقه الجزر عندنا مثلا اللحم هو مصدر حيواني حتش كندبحوا حيواني هو مثلا الكبش أو الدجاج وكان حصلوا على كان حصلوا على اللحم نجدوا هنا ونشوفوا أتساءل ما هو التساؤل الذي يمكنني أن أتساءله في هذه الحصة وفي هذا الدرس ندروا مثلا نحن في التساؤل ما هي ما هي مصادر الغذاء 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 الشائعة الشائعة يعني اللي اللي كنستعملوها بساف الشائعة يعني اللي معروفة بساف للغذاء المتوازن التوازن هذا هو التساؤل التساؤل دائما كي سليب علامات استفهام دابع ندروا التساؤل وقد ندروا افتراض ومن بعد أن تحققوا من هذا الافتراض هول أتساءل أفترض أتحقق الافتراض ندروا بلاي كين بزاف دي المصادر الغذاء مثلا واصدر ناباتي يقدر يكون الغذاء ناباتي يقدر يكون حيواني كما قلناك بلا ويقدر يكون معديني أنا أعطيه هذا الأمثلة هنا المصدر النباتي المصدر النباتي في وجبة كوسكوس هم هذا الخضر كامل الخضر كلهم والقاطاني عندهم مصدر نباتي القاطاني بحل هنا إلا كان هذا الحمص راه المصدر دياله نباتي عندنا اللحم اللحم كيكون تحت الخضرة هو مصدر حيواني وعندنا الماء باش كنطيبوا هادشي كامل مصدر معديني عندوزو التحقق أتحقق السؤال الأول كيقول أصل بخط كل غداء بمصدره عندنا هنا أربعة ديال الأغذية اللي أعطيني الحليب والجازر والسردين والماء وعطين ثلاث مصادر مصدر نباتي مصدر حيواني مصدر معديني نشوفو أول حاجة الحاليب قبل ما نديرو الحاليب شنا هو عندنا الحاليب منين كنجيبوه الحاليب كنجيبوه من الماعيز أولا من الأبقار والماعيز والأبقار ما هي هي حيوانات يعني الحاليب المصدر ديالو حيواني نشيبوه الحيواني الجزر الجزر كنغرسوه باش كنلقوا الجزر يعني هو المصدر من نبات مصدر نباتي السردين السردين هو مصدر حيواني علاج حيتش المصادر الحيوانية عندنا ثلاثة مصدر الحيوانية عندنا جوج الحيوانات ودكشيلي كيكون في كيكون في في الماء ولا في البحر حال السردين جميع أنواع ديال الحوت وكينحتى وكينحتى طيور كي بحال البط بحال الدجاج إلى آخر ذلك السردين هو مصدر حيواني الماء هو مصدر معديني هذه معروفة الماء مصدر معديني أمشيو السؤال ثاني كيقول السؤال ثاني ألاحظوا مكونات كل وجبة ثم أعبر شفاهيا هذا السؤال هذا كي يبغيك تعبر عليه شفاويا مثلا نشوفوا وجبة الفطر أعبر عليها عندنا وجبة الفطر من ماذا تتكون عندنا هنا الخبس عندنا الرغيف عندنا الزيت إذا كانت هذه الزيت المائدة عندنا الزبدة عندنا الزيتون نوعين من الزيتون عندنا الشاي مثلا مذوب الشاي الشاي هو مزيج ما بين مصدر معديني اللي هو الماء الماء مصدر معديني وعندنا الشاي الشاي حبات الشاي هو مصدر نباتي عندنا الخبز من مصدر نباتي اهتا هو لinho تقبح كذر من الشاعر عندنا الزيتون مصدر نباتي اهتا هو حيطا الزيتون كيكون عندو الشجرة شجرة اهتا زيتون والشجرة هو مصدر نباته لنا الرغيف مصدر نباتي اهتا هو بحلاء بحلاء الخبز لنا زيتنا المائدة مثلا هو مصدر منين كي городаaire كيجي من الزيتون الزيتون قلنا نصبر مصدر نباتي يعني رحت زيت المائدة مصدر نباتي عندنا الزبدة او اللي الجبن مصدر حيواني علاش الزبدة كنتستخرجوها من الحليب والحليب كنتستخرجوه من الابقار او اللي من المعيز يعني كلهم مصدر حيواني مشيو الوجبة تانية عندنا هنا عصير عندنا هنا بيض عندنا احتهنا خبز عندنا حساء مثلا عندنا تمور اذا كانت هذه تمور عندنا مثلا العصر اولا غيكون من مصدر معديني حيواني ما قدوش نديرو شي عصر بدون ماء والماء من ماء من مصدر معديني اذا كان بالجزر او اللي من او اي خضرة او فاكهة غادي يكون خديكن مصدر ديال الفاكهة مصدر لاباتي امشيو الراغيف او الخبز المعمر هناا خبز التهوة سيكون المصدر دياله نباتي بحاله بحال الخبز العادي بحال راغيف حتش كاملي كيتحضرو باش بالدقيق عندنا البيض هو مصدر حيواني علش البيض مصدر حيواني منين نجيبه البيض نجيبه من الدجاج او من الحمام او من الطيور بصفة عامة الطيور هو مصدر حيواني اذا هذا كل ما في الامر سوف ندرجو الاستنتاج الاستنتاج كيقول ادونو استنتاجاتي في دفصر التقصي يعني هاد الاستنتاجات استنتجنا هنا اشدو واحد الورقة ونكتبو مثلا الزبدة مصدر حيواني الزيتون مصدر مباتي نكتبوهم كاملين اندروا واحد الملخص وحافظ على صحتي بتناول اغذية دات مصادر متنوعة المصادر اللي كنعرفوهم هو مصدر نباتي وحيواني ومصادر ديني دابا ندروا استثمر التمهيد للمشروع التكنولوجي ذهبتو الى السوق رفقة احد افراد اسرتي لشراء ما يلزم لتحضير وجبة غداء وحددو مصادر الاغذية التي ساشتريها مصادر مثلا احنا هنديروا اننا في الغذاء هنديروا مثلا اولا اول حاجة كنشروها فاش كامشي ونديروا الغذاء شنا هي خضر خضر بشدة الانواع ديالها خضر لكننا غادي نديروا واحد طبق ديال الخضر باللحم مثلا غا نحتاجوا الخضر لمصدر نباتي وغا نحتاجوا اللحم عفوا اللحم لي من مصدر حيواني هاد جوج دروري لنا من خضر واللحم مثلا هنديروه غادي نشاريو الفواكه باش نناكلوهم في الغذاء الفواكه فواكه مصدر ديالو شنا هو حتى هو نباتي هدا نحتاجوا الماء حتى اشتروري لنا من شور الماء اللي هو من المصدر ما عديني ما عديني شنو غا نحتاجوا اخر نديرو الخضر ونحتاجو الخبز او اللي رغيف او اي حاجة الخبز الخبز هو من مصدر تهو نباتي 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 هاد شي اللي عندنا فهذا الحصة وفهذا الدرس نتمنى يكون الدرس مفهوم تكونوا فهمتوا جميع الاجزاء ديالو جميع المصادر ديال الاختية ما تنسوش تدعمونا بلايك وإلا كان عندكم شي تساؤل تخليوا لنا في الكومونتر وتخليوا لنا لايك إلا عجبكم الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى فيديو آخر ان شاء الله